مشاهدين هذه الصور التي بثها التلفزيون المصري لحظات دخول قوات الأمن أو القوات الخاصة لمنطقة العياط وقد زعم وزير الداخلية بأن هناك بؤر إجرامية وإرهابية داخل منطقة العياط وتقوم قوات الأمن الخاصة بمحاولة التعامل مع هذه البؤر الإجرامية كما حدث من قبل في قرية دلجة بمحافظة المينيا وأيضا في نهية وكرداسة بمحافظة الجيزة هذه هي الصور التي عرضها التلفزيون المصري لدخول قوات الأمن لقرية العياط بجنوب الجيزة